إذا كنا خدامين وسترنا على الأهداف انتع الطارق اللي هي عليها انتع الذكر للفرد 15 ألف والجتماعات القايدة انتعتها والأداب بالأذكاء بالأذكاء والحلقات انتع الذكر بالأذكاء بالأذكاء والأذكاء في انتع الطارق والجتماعات والخلوة الجماعية شارك فيها كبرة لكي المرأة وهذا الصدقات وهذا السولك وهذا اللطيف لي رأي خرج كل هذا الشيء يكون بإخلاص القسوم بالله تبارك وتعالى رحكا واحد بنا من خال كلنا رحنا عند ضربين زينين وهذا الطارق العطين عليها الله كلها وعطف عليها مولانا والطارق الربانية وهذا الأثالي بانتحاء كلها رهاء رهاء ربانية هي من هذه التخطيطات بانتحاء كلها تندمس طارق لم الأذكار ولا من الصدقات ولا من غير ذلك رهاء مأذنة وخارجها من عند مولاه ما شك؟ ونطلعنا نجلها لبنفسنا كل شيء بالإذن واللي يجي عند مول الإذن وهذا الإذن انتع ربي واللي يجي عالو الله تبارك وتعالى في هذا المقام واللي يجي عندنا وعطف علينا نحن رجي عند ربي واللي يجي عند ربي ما يخصوه التشيخين ولذلك أن نقول لكم هذا الطارق ربانية وأضع عليها بالنواجد وخدموا لصالحها بشي يكون صقف التحامل طافع وإذا كنا على هذه الحالة الله سبحانه وتعالى ما يخيبناك وهي شيء اللي نقول لكم أنا والطارق من تحتنا هنا طارق رباني وقاطرنا نحن من السياسة حيننا نصدق الله سبحانه وتعالى وعندنا كله المغاربة وغير المغاربة إخوة وما يكونوا ضد حتى في جامل جهات لا للأفراد ولا لجماعات ولا الإحزاب ولا غير ذلك حين أنت على الجامعة وندعوه مع الجامعة الجامعة وإذا كنا على هذه الحالة حرارة الله تبارك وتعالى لأيذنا وينصرنا والخلق عيال الله وأحب الخلق عيال الله إنفعهم لأياله تبق علينا هذا الحديث وحن لنا أمر بالمعروف وأنه عن المنكر وعليكم بالترسل بالكتاب لأنه الشارعة هي الباب والبيت إلى ما دخلت من ذلك الباب ما غيرت تعرف أسمو كان هنا في هذا البيت والبيت هي الحقيقة واللي بغير يدخل من ذلك الباب يكون نظيف عليكم بسهولك أنفسكم والسر ما يحل يحل القلب اللي طهر واللي طهر القلب هي الصحبة والذكر ولذلك الصوفية يأحفل الأتداف على الذكر لأنه الذكر هو الباب والوسيلة والغاية هي دخول لحظة الإلهية وإذا ما كانش القلب نظيف السر ما يحلش والقلب اللي ما كي نظيف أبا ها والسلطة جاءوا نفسكم والسلطة والقلوب متاعكم والسدي والإيمان الجيوني دي قل في التصبور يحاسبوا المساعة الأنفاسي ويذهنوا الخطيرة بالقصطاتي من شهر التنفس لتنفس تعرفوا شهر لله ولا الله حيث الذكر وشهر المذكر رهى لله ولا في هرية والسماء كالا نرى كالا 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 بشناس القرية مولا نرى يشوف في قرية ما في قرية عارفك وهذا الطريق منفع في غير جد الاجتهاد والإخلاص والعمال ولكن الإخلاص والعمال رهيب من الله مقام ما يضرك الإنسان حتى يفنى عن جميع الموجودات ومجميع المكونا ويموت والتالي كانت تسرق عزبا في ضرك هذا المقام ومقام الإخلاص هو على مقام ومنه يتلقى المقام العبودي لله تبارك وتعالى وكل هذا الشيء ما شيء نقوله بعيد بالله وإنما هذا الطريق مهياء وخص الله تبارك وتعالى لهذا الأمراض وهذا التلوثات الباطنية رهيب منفع فيها وتوجه وسمع واخدم وهمك الغير يلبح